موديز للتصنيفات الاقتمانية بترفع النظرة المستقبلية لمصر الى إيجابية وتؤكد التصنيف عند B3 رفعت وكالة موديز للتصنيفات الاقتمانية النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتؤكد التصنيف كان يمكن كان B- أعتقد إلى طلع لB3 وأكدت مودز أن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية بيرجع إلى استمرار التحسن الهيكالي في الموازنة وميزان المعاملات الجرية وأيضا أوضحت أن ثمة بوادر مهمة جدا على أن الإصلاحات في بيئة الأعمال بتفسح المجال أمام مصار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية في مصر أشارت أيضا الوكالة إلى أن مخاطر إعادة التمويل تظل تمثل تحدي رئيسي للتصنيف الاقتماني لمصر في ظل بيئة مالية عالمية مضطربة إلى أن التقدم الكبير اللي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي أضفى قدر كبير من الاستقرار المالي على مصر طيب معانا على الهاتف دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة يا دكتور صباح الخير صباح الخير بحياتة حضرتك أستاذ المشاهدين يا أهلا بسيادتك يا فندم طيب عايزين نعرف الأول بس في المجمل يعني التقرير بقى عايزين نشرح بي ثري إحنا كنا فين علشان نوصل لبي ثري وده بيمثل خطوات شكلها إيه على المدى الطويل والمدى القسير في الاقتصاد المصري اتفاضل يا فندم لا هو الحقيقة تم البقاء على ذات درجة التصنيف لكن ما تغير هو النظر المستقرية للإقتصاد من مستقر إلى إيجابية وبالمناسبة ده التغير الأخي لأنه هي سبق موديز فيتش وسبق موديز عايدا استاندان بول غيروا النظر المستقرية للإقتصاد من مستقر إلى إيجابية ده معناه إيه؟ ده معناه أنه وجهة المستثمرين والجال الأعمال على مستوى العالم حينما يعزموا الأمر على التوجه لسوق معين أو ده خصص معدرات مؤكد أنه بيكون نصب عينهم ما يصلوا من تقديد عن اقتصادات المختلفة على مستوى العالم نصبع كان ما يصدر من تقديد عن مؤسسات مالية البنك الدولي أو صندوق النقد أو ما يصدر من تقديد من مؤسسات التقييم الدولية زي ستاندرد وموديز وفيتش وما إلا زي وبالتالي ده عمزة جاية للغاية الحقيقة ما جاء فيه حيثيات التغير النظر المستقبلية هو تحسن مؤشرات المالية العامة إنه هي في زل ضبط لعجز الموازنة العامة في زل ضبط لعجز الميزان التجاري كل ده بينعكس إيجابيا على تحسن مؤشرات الاقتصاد بيشفع معدل النمو الاقتصادي لدينا عدد من القطاعات اللي هي أصبحت بتدعم بشكل جيد النمو الاقتصادي سيكون قطاع البتول والغاز أو قطاع الساحة اللي بدأ يتعافى تدريجيا ودي كلها أمور بتصب في مصلحة خلق مزيد من فرص العمل تعليز معدل النمو الاقتصادي ودي كلها أمور أهمة بيتمد أصدام من قبل هذه المؤسسات تمام يا فندم أنا بشكر سيادتك شكرا جزيلا على هذا الشرح لتقرير وكالة مودز للتصنيفات الاقتمانية شكرا مرة أخرى دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والأستثمار بجامعة القاهرة نروح